انت تكرر السؤال الأخير تقييمك للحرية العامة في البلاد لسيما حرية العمل النقابي، التجمع، التظاهر، التعبير، التفكير وحرية أخرى والله غير أنا تكلمت عليها في عدة مرات وقلت أنه هناك غلق لما يسمحش هو لأنه كل التنظيمات سياسية أو من المجتمع المدني تقوم على عمل جدي لأنه أصبح ضغط كبير على الأحزاب وانت كنت تكرت ربما يكون مشروع لتغيير القانون على الأحزاب السياسية ولي شفتوا أنا يعني المشروع التمهيدي خطر على الحياة لتعددية الأحزاب هذا خان مباشر لأن الأحزاب ترجع ملحقة لوزارة الداخلية ما يبقاش عندها ولا حرية ولا إمكانية يعني الخوط في المعارك السياسية بإمكانية افتاحها فإذن من جهة أخرى وسائل الإعلام كذلك عليها ضغط واضح يعني وسائل الإعلام العمومية وحدة الخاصة شفنا بالجزائريين صبحوا الآن يتبعوا يحاولوا يصيبوا الأخبار عبر يعني بعض الناس من الخارج وربما ناس ليتهدم الدولة لأن عندما الجزائري ما يسيبش الإعلام الوطني ليعالج بطريقة موضوعية ما يجري في الساحة الإقتصادية الإجتماعية في كل ما يدد ويلجأ إلى الإعلام الخارجي وفي الإعلام الخارجي هناك يعني كائن ما نقول عليه